صناعة المستقبل تحتم على الجميع ضرورة الاهتمام بالطفل فأخطر ما يهدد مستقبل العالم العربي هو عشوائية التعامل مع الطفل وهذا بدوره يهدد الهوية العربية بالفناء فقد تفوق تلك الخطورة من حيث الأثر خطورة قصف عالمنا العربي بالسلاح النووي فما فشلت الجيوش المعادية فيه يمكن أن يتحقق بسبب القصور في النظم التربوية يولد الطفل العربي بنفس الدرجة من الذكاء التي يولد بها الأطفال في العالم ويمر مثله بمراحل النمو المختلفة حتى تبدأ سنوات التفاعل بينه وبين البيئة التي تحيط به ومن هنا تبدأ الخطورة حيث يتوقف منحن الطفل العربي أو ينحو إلى الانحدار فيعاني موت بذور الإبداع والتجديد في داخله أو أن عليه أن يمتلك روح المحارب ليبقى طافيا فوق السطح ولعل هذا ما يفسر لنا نماذج العلماء العرب المبدعين الذين وجدوا منفذا للهرب وحلقوا عاليا في سماء الإبداع ولكن خارج أوطانهم الإعلام بدوره المؤثر قدم واستورد من المواد التي تعاني تراهلا وحشوا غير مبرر للكبار والأطفال بما لا يجدي نفعا وبما يضر الذوق العام ويتسبب في تدني الأخلاقيات والسلوك والآداب العامة فطفل اليوم أصبح مطلعا على كل شيء وواعيا بكل ما يدور حوله فذهب إلى ما يقدم للكبار وقفز عن الطفولة بشكل مخيف في حين كان لابد للإعلام أن يقوم برسالته كاملة في الارتقاء بالطفل من حيث الخيال والجمال والإبداع منظمة اليونسيف التي تهتم بشؤون الطفل حول العالم حثت الحكومات على الاستثمار بسرعة في الخدمات التي تخص الأطفال وخصوصا الأشد حرمانا وزيادة الحصة العامة من مخصصات الميزانية للبرامج المعنية بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة ويبدو أن الغالبية العظمى من الأطفال في العالم العربي يعيشون بلا طفولة حقيقية ويشيخون قبل الأوان فهم وقود كل الحروب والنزاعات وإن الملايين منهم يعانون الحرمان والنزوح والتشريد كما يحصل في العراق وسوريا واليمن وهم ضحايا الفقر الذي يحرمهم حقهم في التعليم ويلقيهم مبكرا إلى أسواق العمل وحتى الذين تتاح لهم فرصة التعلم والترقي يقعون ضحايا النظم التعليمية المتخلفة التي تقتل ما في داخلهم من إبداع وتزرع فيهم الخوف والريبة من الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر